قبل بس ما أدخل في الأخبار يعني أنا عندي سؤال السؤال بجد يعني طبعا الشعب السعودي شعب شقيقي وإحنا بنحبكم جدا جدا والعلاقات بيننا يعني طبعا فيه مناخشة في كورة القدم وإنتوا عارفين ده كويس وإنتوا ابتديتوا معانا من قبل المباراة بأيام كتيرة جدا وإحنا ما نبصش لحاجات دي الحقيقة لكن أنا بداية من الإعلام الإعلام الرياضي السعودي وصولا لجماهير الاتحاد أنا ليه سؤال واحد بس أنتوا جدتوا الثقة دي منين يعني حالة الثقة اللي أنتوا عيشتوا فيها على مدار الأسبوع راهنتم على إيه وإنتوا بتلعبوا لأهل المصري يعني الزميل حتى وليد فراج بيقولك مبارح مع الأولاني زيوجه والتاني زيوجه والتالت زيوجه ما عنده كوش حد تاني غير الأهل اللعبه أنت بتلعب أكبر أندية القرى الأفريقية بتلعب مع نادي صاحب رصيد وإنجازات في بطولة كاس العالم مش بكلامك جاء على مستوى المحلي في مصر مش تعتش تقولي الدوري السعودي والدوري المصري مش بكلمك حتى على مستوى قارة أفريقيا اللي الأهل يواز عامها بلا منزع شتان الفارق بين وبين أقرب منافسي أنا بكلمك على الأهل العالمي يا أخي يعني نسخة الأهل العالمي غير بص وشوف تاريخ الجيل ده بس سيبك من تاريخ الأهل كله بالفتاح والأساطير اللي كانت موجودة قبل كده أنا بكلمك على الجيل ده بص الجيل ده عمل إيه أربع نسخ كاس عالم موجود دايما في المربع الدهبي قدام الكبار بيقفوا يا عفر قدام أبطال القرات تقريبا كل القرات باستثناء أوروبا عدت علينا ووقفنا وتفوقنا فالرهان كان على إيه السقة كانت جاية من إيه وبالمناسبة يعكي لكم بقى شي بشي واسكر يعني من بارح بعد الماتش جات لي مكالمة من صديق سعودي يعني مش أقولي اسمه ونتسميها بو نواف يعني مش أقولي اسمه عشان ما يزعلش وهو أنا عارف إنه هلالي فأنا توقع طبعا أول مرقة من ظهر على الموبايل توقعت إن الرجل بيكلمني عشان يبارك لي يعني مبروك إنه كسبتوا تعارفين العلاقة بين جمالي الاتحاد وجمالي الهلال زي الأهلي والزمالك كده في مصر أو زي الأهلي والوداد على مستوى أفريقيا فتوقعت إن المكالمة دي رجل يقول لي مبروك وعملته شو وكسبته فأنت رجل زعلان جدا قال لي ازاي ومش ازاي قلتوا فيه ايه خير قال لي ازاي تكسبوا الاتحاد تلاتة وانتوا كسبانيننا اربعة دول مش هيسبونا ويقولون إحنا انتوا شلتوا اربعة احنا شلنا تلاتة بس وإحنا قلتوا يا سيدي والله أنا كنت متوقع ان اربعة بس بيرسيتاو خانته في كورتين لكن هو قص النتيجة احنا متفقين على اربعة وإذا كان كده فاضل حد في الكبار في السعودية فهو النصر يشد حيل يلا الدوم بس يشد حيله معاكم كده يوسلكم لبطولة أسيا تاخدوا اللقب وتقابلونا في كاس العالم اللي جاي تبقى القصة والحكاية في حتة تانية خالص نبغى النصر حتولنا النصر فاضل النصر ويبقى كده قفلنا صفحة الكتاب طيب خلينا نروح لأخبار النادي الاهلي طبعا كما عودنا نادي الاهلي صفحة وتقفلت بمجرد الفوز طبعا مبلغ كان في احتفالات كبيرة جدا أنا فرحان كمان جدا لازم ادي جمهور لحضر المبارا ما عليش قبل ما ادخل في الاخبار انا عنا اخبار كتير وعلى مدار الحلقة هنستعرضها ونشوف صحة في العالم كلها كتبت وكلمت ازاي على فوز الاهلي ونشوف حتى وسائل اعلام السعودية علاقت ازاي على فوز الاهلي وتفوق الاهلي على الاتحاد جملة وتفصيلا قصة مش قصة سكور مش قصة فوز بتلت اهداف لكنه درس في كرة القدم من بارح الاهلي ادى درس للاتحاد في كرة القدم يعني ايه كرة قدم يعني ايه تيمورك يعني ايه تاكتك يعني ايه قرية مباراة يعني ايه درسة منافس يعني تفوق فردي وتفوق جماعي ملحمة كروية كاملة لكن الحقيقة أنا عايز أدي جمهور حقه الحقيقة جمهور المصري بالذات اللي كان موجود في السعودية واللي وقف وشجع ودعم كأننا كنا في مدرجات السادة القاهرة جمهور أكتر من رائع وصاحب دور مهم جدا جدا ليه كل التحية شابو جماهير الأهل اللي حضرت المباراة برح ده اللي احنا كنا مستنينه منكم وده اللي مستنينه منكم وأكتر كمان في مواجهة الاتنين إن شاء الله الصعبة الصعبة مش السهلة على الإطلاق الأهلي دايما يحترم كل منافسين من أصغر وأضعف منافس من قبله هنا في البطولات المحلية وصولا لبطولة العالم فمباراة الاتنين اللي جاي إن شاء الله تمانية بتوقيتنا هنا في القاهرة مستنين فول كومبلي مدرجات كومبلي إن شاء الله بإذن الله لجماهير نادي الأهلي وبرضو يكون لها دور كبير جدا في مساندة ودعم الفريق مارسل كولر من النهاردة بيفتح ملف فلومنينزي البرازيلي فريق بطل كوبة ليبرتادورس لكل الاحترام والتأدير دايما الفرقتين اللي بيبجأين من أمريكا الجنوبية وأوروبا هم بالنسبة لنا التشالنج هو بالنسبة لنا التحدي هو ده اللي بيطلع أو بيبين قدرات النادي الأهلي وفي كل المطشوات اللي كسبناها أو خسرناها ظهرنا بشخصية البطر وهو ده اللي مطلوب من لعابتنا بعيدا عن حسابات المكسب والخسارة أنه هم يظهروا ويقدموا الوجه الحقيقي لكورة القدم المصرية الوجه الحقيقي لنادي القرن الوجه الحقيقي لبطل أفريقيا وده اللي مطلوب في مباراة فلومنينزي يوم الاتنين اللي جاي خد بالك مبارح كولر كان ليه رهانات كان ممكن جدا جدا لو خرجت النتيجة بشكل مختلف كان يتحسب عليها ويدفع فطولتها جامد جدا مبارح الأهلي لعب من غير سكواد كامل سكواد كامل عنده من الخبرات خبرات المشاركة في كاس العالم أنا مش بكلمك على خبرات عموما يعني أقولك على لعيبة لعبة كاس العالم وكانت مؤسرة في كاس العالم دفاعا وهجوما بكلمك على لعيبة بحجم أكرم توفيق وربيع ومتولي في خط الدفاع بكلمك عن لعيبة زي محمد مجدي أفشة وحتى أليو جانجي وإن كان شاركه والسولاية كان شاركه لكن ما كانش ليهم دور كبير قوي في المباراة نزلوا في الآخر وردى سليم صفقة الأهلي المهمة جدا الموسم ده وأحمد عبدالقادر تتكلم على سكواد كامل تقريبا كان برا التشكيلة